السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير واهلا بكم جميعا في قناتي انا مروة ظهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو للصفة الخامس لابتدائي في مادة المهارات المهنية هشرح معاكم الدرس التاسع بعنوان اسمع بنفسك قبل ما ابدأ الفيديو باتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة تابعوا الفيديو للاخر واستفادوا من شرح المادة بمنطقة البساطة خلاص قربنا نخلص المحور الاول ده الدرس التاسع بعنوان اصنع بنفسك في البداية بيقول لي ان بيستطيعوا النجارون التمييز بين انواع الاخشاب خلي بالكم الدرس ده مهم جدا ولازم يكون موجود في الامتحان اول حاجة بيقول لي ان بيصنى في الخشب لمجموعتين عندي حاجة اسمها الاخشاب الصلبة والاخشاب اللينة الاخشاب الصلبة زي خشب اسمه خشب الكوايكب والخشب الافريك الاسود ركزوا كويس جدا في المعلومة دي الاخشاب الصلبة زي خشب الكوايكب وخشب الافريك الاسود لكن الاخشاب اللينة زي خشب السنوبر وخشب الارز ركزوا تانية عندي حاجة نوعين من الاخشاب او بيصنى في الخشب لمجموعتين عندي الاخشاب الصلبة وعندي الاخشاب اللينة الاخشاب الصلبة زي الكوايكب والخشب الافريك الاسود والاخشاب اللينة مثل السنوبر والارز بعد كده بيتكلم لي على خصائص خشب الكوايكب ايه هي الخصائص او ايه هي المميزات اللي بيتميز بها خشب الكوايكب ده قال لي ان هو ناعم واول حاجة كمان الوانه مختلفة وبيتعفن بسهولة ودرجة مقاومته مش كبيرة ليست كبيرة وكمان ان ده خشب عبارة عن حبيبات دقيقة وناعم جدا ويمكن ان يتدرب لونه من البن الفاتح الى الابيض تقريبا دي اسمها خصائص خشب الكوايكب تاني ناعم الوانه مختلفة بيتعفن بسهولة درجة مقاومته ليست كبيرة وخشب زو حبيبات دقيقة وناعم ويمكن ان يتدرب لونه من البن الفاتح الى الابيض تقريبا واستخدم في مصر القديمة في صناعة العربات والاقواس والالات الموسيقية استخدم في مصر القديمة في صناعة الجملة دي مهمة جدا ركزوا عليها استخدم في مصر القديمة في صناعة العربات والاقواس والالات الموسيقية ثاني مرة تانية أنا عندي نوعين من الخشب خشب اسمه الأخشاب الصلبة والأخشاب اللينة الأخشاب الصلبة مثل خشب القويكب والخشب الإفريكي الأسود والأخشاب اللينة مثل خشب الصنوبر وخشب الأرز وبيتكلم لي على خصائص خشب القويكب أن هو ناعم وألوانه مختلفة وبيتعفن بسهولة ودرجة مقاومته ليست كبيرة وكمان خشب زو حبيبات ناعمة ودقيقة وبيتدرج لونه من البن الفاتح للأبيض تقريبا واستخدم في مصر القديمة في صناعة العربات والأقواس والآلات الموسيقية تعالوا نكمل بقية الأنواع هيتكلم لي على خصائص خشب الإفريكي الأسود هيتكلم بقى على النوع التاني إحنا تكلمنا دلوقتي على قويكب هيمسك خصائص الخشب الإفريكي الأسود وبيقول أول حاجة أنه برضو خشب صلب وكسيف ولونه أسود شديد السواد لضربة يصعب رؤية حبيباته ويكاد يستحيل التعامل معه بالأدوات العادية يعني صعب القطع أماك بيطعوه زي قالك إنه هو بيمكن قطعه أو النحط عليه باستخدام أدوات الأشغال المعدنية وكمان بيستخدم غالبا في الحشوات أو التطعيم أو الأغراض المنحوطة أو المشكلة تاني عندي حاجة اسمها خصائص الخشب الإفريكي الأسود ركزه في الدرس الدرس المهم جدا صلب وكسيف ولونه أسود وصعب قطعه أو لونه أسود دي شديد السواد لدرجة بتصعب رؤية حبيباته ويكاد التعامل أو يستحيل التعامل معه بالأدوات العادية وصعب القطع بيصعب قطعه ويمكن أنهم يقطعوه أو ينحطوا عليه باستخدام أدوات الأشغال المعدنية وبيستخدم غالبا في الحشوات أو التطعيم أو الأغراض المنحوطة أو المشكلة تعالوا بعد كده هيتكلم على الأخشاب اللينة وده النوع الثاني من أنواع الأخشاب هيتكلم فيها على خشب الأرز وخشب الصنوبر أول حاجة خشب الأرز ده رائحة زكية ده الأخشاب الكويسة بقى رائحة زكية ويقاوم التعفن ودرجة مقاومته عالية وكمان خشب لين له رائحة مميزة زكية ومن السهل التعامل معه باستخدام الأدوات اليدوية أو القهربائية وعلى الرغم من أنه خشب لين فإنه يتمتع بدرجة مقاومة عالية ومقاوم للتعفن تاني عندي حاجة اسمها الأخشاب اللينة أول حاجة بنتكلم عنها خشب اسمه خشب الأرض وده رائحة زكية ويقاوم للتعفن ودرجة مقاومته عالية وخشب لين له رائحة مميزة وزكية ومن السهل التعامل معه باستخدام الأدوات اليدوية أو القهربائية وعلى الرغم من أنه خشب لين فإنه يتمتع بدرجة مقاومة عالية ومقاوم للتعفن تعالوا على آخر حاجة في الدرس بيتكلم على خشب السنوبر أو خصائص خشب السنوبر أول حاجة ده سهل التعامل معه ورائحته ملحوظة وأخشابه من الأنواع الأخشاب اللينة وبيوجد من خشب السنوبر العديد من الأنواع جميعها من الأخشاب اللينة وكمان بيقول لي أنه بيشبه السنوبر خشب الأرض في الرائحة الملحوظة ومتعدد الاستخدامات ومن السهل التعامل معه إنه عني الأخار دول من الأخشاب اللينة دي الأخشاب الكويسة بيتكلم تاني على خشب الأرض أنه هو رائحة وزكية ويقاوم التعفن درجة مقاومته عالية وخشب له راحة مميزة وزكية ومن السهل التعامل معه باستخدام الأدوات اليدوية أو القهربائية وعلى الرغم من أنه هو خشب لين فإنه بيتمتع بدرجة مقاومة عالية ومقاوم للتعفن وبعد كده بيتكلم لي على خصائص خشب السنوبر أنه هو سهل التعامل معه ورائحة وملحوظة وأخشابه لينة وبيوجد من خشب السنوبر العديد من أنواع جميعها من الأخشاب اللينة وبيشبه السنوبر خشب الأرض في الرائحة الملحوظة ومتعدد الاستخدامات ومن السهل التعامل معه ده كان الدرس التاسع درس بسيط وسهل ولازم يجي في الامتحان لصفاضل الدرس العشر والحيداشر هنشرحهم إن شاء الله في فيديو واحد عشان نكون خلصنا المحور الأول كله مع بعض قبل ما الدرسة تبدأ ياربكم بقدم لكم معلومة ومفيدة دعواتي ليكم حبايبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم بسمار وزهراء